أنا من القوى الكلاسيكية الكبرى العظمى في أفريقيا أنا مش حيني أحد من الواضح نابية تغير سيد عصام دلوقتي هذا الأمر يعني القوى الكلاسيكية معروفة كاميرون مصر أو مصر وكاميرون وبقية نيجيريا كدفوار كزائر نيجيريا بس من الواضح أنا خرجت كمان لاحظوا من التغير هو بأيدي أصحاب التاريخ يعني يعني ما فيش تغير نتاج إنه هم فجأة تأكلوا لا هم اللي بيأكلوا نفسيهم يعني البلوزة في الكورة لأنه أسئلة مهمة جدا لازم نجاوب عليها هو إحنا ليه دايما لعبتنا بتتأثر سلبا من السوشيال ميديا ولا مرة يتأثروا سلبا ويدونا على وشنا ويعملوا ماتش نقول لهم إحنا أسفينا كبات يعني ولا مرة التأثير ييجي في السكة دي ولا مرة ولا مرة نلاقيهم هم نازلين فيش حاجة اسمها يعزلوا الراجل لكن فيه كبات في الملعب والنهاردة جزر الأمر البلد اللي اكتشفها رحالة عمنيين والجزيرة العظيمة دي أولادها قرروا أنه هم يحملوا عالم بلدهم بالإضافة إلى ثقافتهم هم كابتن إسلام أنه اللعب عارف أنه مش هاكلوا يشرب ببلاش أنه اللعب عارف أنه في مهمة وطنية أنه اللعب عارف أنه ده شغله الأساسي بس مع عالم بلدك الحمية بنزيد بزيادة وبالتالي خدوا قرار أنهم يلعبوا الماتش تحت أي ضغوط من فكرة الكورونا ثم لما اضطرد لعب حدي فيك وشاف فكرة الظلم في أن الثاني يقوم ضارب والثالث يقوم مدي كوع فيضطرد واحد كمان فالماتش عصبية لا قرروا فيما بينهم وده تصوري على قد كبرتي أنهم يلعبوا جيم ويوقفوا بعض بلغة الكورة زي ما بتلعب خمسة خمسة مع أربعا تحفظهم ما تقوليش بقى الراجل اللي برا ده صنع الفارق معلش يعني احترموا النظام احترموا التشكيل ده طبعا ألف بقى لكن هناك فريق قرر أنه يمثل شعب ويمثل في نفس الوقت شغله ويمثل أنهم بيلعبوا في دور الدرجة التانية كلهم تقريبا ما عندهمش حد برا فرنسا لكنهم خدوا القرار أننا في فاترين نتعرض هفرج الفرق اللقصاد اللي بتلعب في كلاس ايه في كرة القدم أننا موجود وموهوب وراهن علي اللي بتبيع وتشتري عقود لعبين فيما بعد كاس الأمم لكن فكرة الحضانة اللي احنا بنصنعها لمنتخبنا واسكت يا جدع والدعم يا جدع والنشيل يوفط ونمشى ورام في الشارع طول النهار ليه عمل ليه فيه ايه انت مش رأي على الجبهة يعني مش رأي على خط النار يعني ده انتوا أفاضل منكم من يقول نقطع فيهم يعني لا ولا نقطع لا ولا نقطع ببساطة شديدة هم يحسنوا تمثيل بلدهم استغلال هذه الوقفة من الجماهير ومن الإعلام لأن الإعلام المصري إلى حد كبير نقدر نقول أنه هو مساند للمنتخب بشكل الحقيقة ما بيحصلش في أي حتة في الدنيا ومش عكسه التقطيع لا عكسه أن يلتزم هو والآخر نجمنا يعني ببعض أو أغلب وأعم ضوابط كرة القدم عندك تونس إزاي الراجل بتاعهم قدر يختار الطريقة المناسبة أننا أوري نيجيريا أننا عامل حسابها أقف كويس ما استعجلش أن نجيب جون بين الشوتين شوت المدربين حصل أكيد كلام ابن عم حديد في الموضوع أنه أنا الأواني أننا نلعب قدر فهمنا وقدراتنا على لعبة وكانوا بيعملوا اللعبة دي من أول الماتش بس على لكزيري راح الراجل زائق المرة دي المساكني اتماسكن لما تمكن وشات شوطة جاب الجون بعدها طبعا ونوفق لأنه البزل يا جماعة يا فندم البزل لمعناه أنك التوفيق لازم يبع عنده دم ويجي لك في نفس الوقت اللي النصور النيجيرية بدأ يتسرب لها ودي الثقافة أفريقية كانت بتخلينا ننتصر على الأجيال اللي حضراتكو اتكلمت عنها اللي هي فكرة أنا مصر ومتأكد أن قدراتي أعلى وعندي حاجة اسمها التالنتي تغلب العضلات وبالتالي التاني هيبدأ يشوفني لا ده خلاص تونس بخ أنا أنزل الشوت التاني هكسب لا تكسب مين يا عم ده أنت لقيت تشكيل مختلف عقلية ذكية جدا وفرت مع نفسها كلاعبين وجهاز فني فرص الفوز وغالبا الراجل قال لهم يعني أنتم والفوز مفيش حد مفيش ملحق يعني مفيش بعدها هتلعبوا ماتش العودة العودة هتبقى لبر تونس على طول إحنا بقى عندنا ما بين واحد يخرج زعلان وما بين واحد لازم نقعد نطبطب عليه سنتين قبل الماتش وما بين الناس كلها لازم يعني تتعمل كده زي اليابانيين والناس العظيمة دي بين الشرطين لجل النبي عم انت و هو و ارحمونا ده كلام أصلا ماينفعش ومش كلام احترافي ومش كلام لعيبة كبار بنصق فيهم وفعلا هم الأفضل لكن أنا أفضل أتحايل عليك أن أنت الأفضل وانت مش عايز تقررين أن أنت الأفضل دي حاجة غريبة جدا الحقيقة ما ضمانة بقى أنه الطاقم المصري الحقيقة لازم يتكلم حد معين مين يعني هل يتكلم على لاعب معين ولا يتكلم شكل عام لا أنا بتكلم شكل عام لكن أنا هخص بكلامي كابتن التيم محمد صلاح طبعا ويا لها المفاجأة أنه يطلع محمد صلاح يا لها المفاجأة طبعا المفاجأة في ايه أنه الكلام ده حتى يدافع عن نفسه في فكرة إقصاء وكلنا عارفين لماذا أقصى صلاح لأشياء لا وقت أن نحكي بها ولا تصلح معنا أصلا